نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا إترى تصادهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وأدان مجلس الشيوخ بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفوت في عوضة رجال القوات المسلحة الذين تترسخوا عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أرضه من برات الإرهاب والجماعات الظلمية وأكد مجلس الشيوخ وقوفه خلف القوات المسلحة داعما لها في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن وسلامة واستقرار الوطن